إن الجديد فيما أقدمت عليه فرنسا يتجسد في ثلاث أمور تناقض كلها ما يدعيه هذا البلد من تأييد للجهود الدولية ومن دعم لدور مجلس الأمن ومن مساندة لمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة العمر الأول وهو إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية وهي الخطوة التي يمكن وصفها بعبارة بسيطة أعتقد أنها تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف والعبارة هي هبة من لا يملك لمن لا يستحق هبة من لا يملك لمن لا يستحق الأمر الثاني وهو اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد لقضية الصحراء الغربية وبالتالي إقصاء أي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية وفقا لقرارات للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في سياغاتها وفي اعتمادها الأمر الثالث والأخير وهو ما يستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب من أن فرنسا أصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الغربية وتجعل منه أولوية تتعاهد بالدفاع عنها على الصعيدين الوطني والدولي وكأن الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح طرحا فرنسيا كاملا